سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة عايزاكم النهاردة تسمعوا معايا كده في البداية الكلمات دي من رسالة أفاسوس أنا حأقراها بصورة مبسطة علشان نفتكر كده النهاردة احنا بنتكلم عن مين بنتكلم عن إله قدر محبته عظيم جدا بنتكلم عن عمل النعمة اللي بسببه إحنا لنا حياة أبديا النهاردة بنتكلم عن الله اللي هو غني بالرحمة اللي من أجل محبته الكثيرة الغنية ونحن بعد أموات في خطيانا أحيانا مع المسيح الكتاب بيقول كده إنه حتى وإحنا خطاء وإحنا لسه ميتين في خطيانا المسيح أحيانا فيه أنا وإنتم جميعا كنا في يوم من الأيام أموات في الخطايا يعني الخطيئة اللي في حياتك وفي حياتي كانت موصلانا للموت لإنها تفصلنا عن الله لكن المسيح أحيانا فيه لكل من يقبله الله يحييك فيه ويعطيك حياة بنعمته وإنت ما زلت في الموت موت الخطيئة الخطيئة اللي بتقتل القلب والفهم والروح الله يعطيك حياة حياة جديدة ينعيشك ينعيش قلبك نفسك روحك فكرك وتكون إنسان جديد المسيح مركز الحياة الأول والآخر له القدرة إنه يحيينا ويخلصنا بنعمته ويقيمنا معه كما يقول الكتاب ويجلسنا في السماويات في المسيح يسوع بيقول الكتاب كده لإننا نحن عملوا مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة قد سبق في أعدها لنا بقف كده عند حتة أعمال صالحة قد سبق في أعدها لنا النهاردة شفتها بصورة مختلفة الله بيوعد قلوبنا فنبقى مستعدين للعمل اللي بيوضع أمامنا إنه إن إحنا نقوم به على حسب قلب الله ومشيئة الله لما يكون المسيح في حياتك هو الأول والآخر تتغير وتتجدد وتكون بركة مش معضلة في حياة اللي حواليك تتغير فتبقى مبارك لمن حولك مش توقف حال اللي من حولك وتتلاشى أنت من الصورة ولا يظهر إلا صورة المسيح عملا وأخلاقا وحضورا بصلي إن النهاردة تكون الخبرة دي فهم عمل المسيح في حياتك اللي أنت بتستلمه بالنعمة بكلم العابرين الجداد بكلم المؤمنين اللي حياتهم مرتكزة على الله اوعى تنسى إنك حي في المسيح وإن حياتك مثل للمسيح وإن محبته تحييك وإن نعمته تشبعك الحياة الحقيقية مع الله الغني هي من نصيبك النهاردة ومن نصيبك النهاردة خليني أروح بقى لحلقة النهاردة وحلقة النهاردة بعنوان أخلاق الإنسان الإسلام وأخلاق الإنسان للأخلاق عموما مبادئ عامة البشر عموما بيشتركوا في فهم الكثير من هذه المفاهيم للأخلاق منذ بداية البشرية في حاجات كده متفق عليها إحنا عارفين كبشر إن دي جدودك وجدودي ووفقوا عليها من سبع تلاف جد في حاجة اسمها معرفة الصح والغلط ما يخالف الطبيعة الإنسانية وما يتطفق مع طبيعتنا الإنسانية ما يخالف طبيعة الله وما يتطفق مع طبيعة الله دي أمور يمكن فيها تفاصيل كتيرة لكن الفهم العام إن إحنا عندنا معرفة شوية بإيه هو الخير إيه هو الصح إيه هو الجمال إيه والغلط إيه هو القبح إيه هو الجريمة ما يعاقب عليه وما لا يعاقب عليه في حاجات كده وضعها الله في فهمنا أساسية وهمة جدا ممكن من خلال الأديان الموجودة في العالم كله فيه أديان تتطفق عليها وفيه أديان تختلف عليها أو أديان تحورها وتطورها النهاردة حنركز على الفكرة دي من خلال عرض قصص كتيرة حنتكلم عنها وحاجات ظهرت على السوشال ميديا ونربطها بفهم الصح والغلط بفهم الخير والشر بفهم المبادئ الإسلامية وفهم المبادئ المسيحية من خلال القصص اللي هنقدمها النهاردة هبتدي معاكم كمان حوار في عدة حلقات ومن خلال عدة مواضيع مختلفة حيضيء على المبادئ المسيحية الأساسية المجردة اللي بتقود حياة الإنسان المسيحي علشان يكون صورة حقيقية لعمل الله في حياته ايه دخل بقى ده بعنوان الحلقة حنفهم بعد شوية لأننا هقدم لكم جزء من كتاب هنستخدمه في الحلقات القادمة بيعرض لنا المفاهيم العامة للأخلاق ولكن بيعرض لنا إيه المسيحية المجردة إيه المبادئ المسيحية الأساسية البسيطة ويعني إزاي نعيشها لازم نفهمها ونقبلها عشان نعيشها فدي هتحصل على حلقات النهاردة هناخد فكرة صغيرة وهي معرفة الخير والشر معرفة المبادئ اللي تفيد واللي لا تفيد من خلال القصص اللي هنبتدي نتكلم بيها النهاردة دي وهنتشارك فيها اليوم نبتدي نعرض بعض الأفكار دي خلينا نخرج الآن مع خبر الأسبوع خبر الأسبوع النهاردة هيكون من رسالة من أحد المشاهدين بعت هالي لقصة أو حدث موجودة على تويتر ونشوف الستايد اللي بعد كده القبطي باشا هو أحد المتابعين للبرنامج والقناة الحياة والحقيقة أنا بيساعدني جدا أنكم ترسلوا لي حاجات أثرت فيكم أو حاجات وقفتكم أو حاجات أنتم عايزين تتسألوا عليها أو حاجات أنتم شايفين أن احنا لازم نتكلم فيها والقصة اللي بعتها لنا النهاردة هي قصة قانون بيتكلم عن حق الزوجة المعاقة في إنها تاخد معاش أبوها جزها أخوها الأمر بيختلف بين المرأة والرجل إذا كان المرأة معاقة أو الرجل المعاق الأمر بيختلف القانون بيختلف الأمر ده لسبب واضح جدا وهو التشريع الإسلامي خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده محتوى الرسالة بيقول كده ليه بتحرم البنت المعاقة من معاش والدها لو تزوجت بيقول كده إنه السند الأساسي إسلامي بحت لأنه بقى السبب اللي المفروض يكون بيمنع الست إنها تاخد المعاش اللي المفروض يكون بيسندها في الحياة وهي يعني أصلا الشخص اللي عنده أي زاوي الهمم اللي بنقول عليهم دول بيكونوا تكلفة الحياة ليهم أكتر كتير وأكبر كتير صعوبة إيجاد عمل أكتر كتير وخاصة إذا كانت مثلا زوجة بنت هتتجوز هتبقى محتاجة مساعدات هتبقى محتاجة حد يساعدها تنظف أي شيء من الاحتياجات الأساسية على حسب نوع الإعاقة اللي بتمر بيها البنت دي أو الرجل اللي اتنين بيبقوا تكلفة الحياة بالنسبة لهم كبيرة لكن الشرع بيقول إنه الزوج عليه إعالة الزوجة فمن هنا القانون اللي بيتكلم عن هل الزوجة المعاقة تاخد معاش أبوها أو جوزها السابق ولا لأ بيمنع الست إنها تاخد المعاش ده لكن يوافق مع الرجل المعاقة الراجل يتجوز وممكن تكون مراته تبقى بتشتغل وعندها دخل كويس قوي وهو برضو ياخد المعاش حتى لو كان هو نفسه بيشتغل نشوف القانون بيقول إيه في الفيديو اللي جاي ده أحد المحاميين بيعترض على القانون ده وبيطالب بتغيير القانون وبيصرح لنا المعاش ده إيه أصلا على فكرة مش كل الناس تعرف إنه المعاش ده بيقتطع من الراتب بتاع الإنسان علشان خاطر يتحوش لي أو لمراته أو لولاده أو يبقى يعني المعاش ده بيبقى خاص ب انت قلت إيه التأمينات الاجتماعية ف الناس كلها مش عارفة إنه ده بيبقى يقتطع من المرتب بتاع الإنسان نفسه فده حقه وحق أولاده وكذا خلينا نشوف المحامي هيقول إيه في أمر هذا القانون تفضل حضرتك لما بتكون موظف شركة المال كنت بتاخد المرتب مثلا تتمكني ويجي يقول لك فيه استقطاعات كل شهر استقطاعات كل شهر ضريبة وتأمينات للمعاشة طيب نيجي للقانون اللي هو بتاع المعاقين جي في المادة 25 منه قال يمنح لأشخاص زو والعاقة مساعدات شهرية تبقى لأحكام القانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون 137 وعش واللحة التنفيذية تحدد معايير استحقاق لأشخاص الضو والعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الولادين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات بدون حد أقصى طبعا لما تسمع كده تفتكر أنه يحق الأشخاص زو والعاقة كلهم لا مش كلهم القانون هيجي ويروح واقف وعمل لنا فاصل هنا زي ما قلنا المعاش مش عاطية الدولة المعاش جهد الموظف زو والعاقة لهم معاملة خاصة واحتياجات خاصة والمفروض أنه العالم كله بيلتفت لده دلوقتي بقى يعني فيه اتجاهات في الدول العربية أنهما يلتفتوا أكتر لزوي الأعاقة والاحتياجات الخاصة ولكنه غير كافي ودراسة حياة الناس دي غير مفهومة يعني العالم كله بيغير مثلا الشوارع لازم يكون فيها أماكن علشان خاطر الكرسي المتحرك يقدر يتحرك فيها بسهولة إحنا ما عندناش الكلام ده كل فين وفين على ما تلاقي حتى يقدر المعاقية يستخدم كرسي من غير محد يشيله ويحطه مثلا يعني لكن كمان القوانين المفروض إنها تكون بتساعدهم تيجي برضو عند الست ودروح مغيرة الأمور المفروض إنه يعني الأمور دي ننتبه لها وكويس جدا إنه دلوقتي بقى فيه ناس بالطالب بهذه التغييرات مع إنه هذه التغييرات تخالف الشرع الإسلامي خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده بيكمل لنا شرح إيه المشكلة الخليس ويراؤع عند الجمع بين معاشين المعاشات المستحق był يجمع المستحق من أشخاص زوال عاقة من فيئة الأزواج بين المعاش المستحق أن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود المادة ماي Rita هي شطرط لإستحقاق الإبنة لا تكون متزوجة طيب هنا أنت متخرج بين الإبنة والإبن وخليت الناس خليت الناس وهم وهو مش درانب كده خليت الناس تطلق وتتجوز غرفي تطلق وتتجوز غرفي عشان تأخذ المعاش كله بيتطلق معظمهم إلا من رحمة ربك بيتطلق وبيأخذ المعاش بس في ناس محترمة عايزة تأخذ حقه بالقانون يعني انت حطيت شرط غريب لازم تكون مش متزوجة طيب ما الراجل بيبقى معاقل يجمع ويبقى متزوج برضه يقول لك لا هنا ده بيقول لأسرة إيه الفرق ده مخرفة الدستور أصلا كل أمام القانون المساوي كله لي حقوق وعلي واجبات فهمنا دلوقتي إن الراجل ياخد كل المعاشات إذا كان بيجي له كذا معاش من كذا حد يعني مثلا عنده معاش من أمه عنده معاش من أبوه عنده معاش من أخوه وهو بيشتغل لو بيعمل 20 ألف جنيه في الشهر برضه ياخد المعاش بتاعه لكن الست لأ الست لأ مع إنه الست دي ممكن تكون هي نفسها بتشتغل كمان علشان خاطر تكمل مصروفات البيت عادة يعني المفروض إنه حتى يعني زاوي الهمم المفروض إن إحنا نديهم مجال أوسع لإنه يكون عندهم بعض الحرية بعض الكرامة في إنه يكون عندها فلوسها محدش يعني يزلها يعني واحدة أبوها مات وبتاخد معاشه يعني ما عندهاش حد يسندها لو جوزها ما رديش يصرف عليها وده غالبا ما يحدث يعني ما عندهاش أي تصرف فلإن القانون ظالم حسب الشرع الإسلامي اللي بيظلم الست وفاكل إن الست دي يعني احتياجاتها محدودة جدا ومش مهم احتياجاتها أصلا هنا هي المفروض إنها تكون تحت يعني وصاية هذا الزوج يصرف عليها قد ما يصرف عليها أو ما يصرفش برضو ما يجراش حاجة يعني مين هيقفلها هتروح لي مين تقول أنا محتاجة جوزي ما بيصرفش عليها هتروح لي مين الدولة هتقول لا لا هو مفروض عليه يصرف عليك فإحنا ما نقدرش عشان فيه ناس أكتر احتياجا فالناس بتعمل إيه بقى القوانين بقى الأخلاقية هنا بتتغير فلإن الإسلام أكبر الست على إنها تبقى في هذا الموقف الحرج فتقوم الست بقى تعمل إيه تدخل بقى في سلسلة من المخالفات القانونية والشرعية فيتطلقوا ويجدبوا على الناس كلها ويتجوزوا عرفي علشان تقدر تفضل تاخد المعاش وتعتبر بقى في النقطة دي مخالفة للقانون وحرمية بتسرق من الدولة فلوس أبوها اللي هي من حقها اللي أخوها اللي متجوز بياخدها بسبب إيه إنه ده مخالف للشرع الشرع يرى إنه ليس للنساء حق حتى ولو كان الاحتياج كبير جدا تنتهي بقى سلسلة المخالفات دي بقى من المخالفات قانونية وإنسانية وكده وبقى تتجوز وتتطلق ويدي حقها بقى في كل الحاجات اللي كانت من حقها كزوجة اللي المفروض العقد بتاعها بيضمن لها بقى العقد النفقة وده وده كل الكلام ده بيروح بقى ما يخلص طلقت ومتجوزة في السر عرفي وندخل بقى في مشاكل تسجيل الأطفال وبعدين تبقى عرضة لإن الراجل اللي أصلا مش عايز يطرف عليها اللي هي معظم معظم الحالات كده الراجل أصلا مش عايز يصرف عليها ويبتشتغل وهل كان ومش عارفة تكفي البيت والعيال وبعدين يروح سايبها بقى بكل سهولة ويروح هو بقى يشوف له واحدة تانية ومفيش حاجة تحميها كل ده غير أخلاقي وأيضا يخالف الدستور ولكنه يتفق مع الشرع الإسلامي يخالف الدستور الدستور بقى اللي هنا بقى يمثل إيه يعني تقدر تقول عليه القانون الأخلاقي اللي بتمشي به الدول اللي بيضمن العدل والمساواة والحق والكرامة والمساواة بين الجميع اللي بيضمن للست حقها وللطفل حقه وللراجل حقه على التساوي يروح مضروب بقى بإيه بفكرة الشرع الإسلامي الشرع هنا يعني دائما ما نجد في قوانين الأحوال الشخصية إن الشرع يخالف المقبول إنسانيا ويبقى واقف كده للمسلمين في كل حاجة واقف في الزور يعرقل بيقوله إيه يعني يوقف المراكب السيرة لأنه غير إنساني ولا أخلاقي لأن دي مبادئ الإسلام دا لا يعني إنها مبادئ أخلاقية والتعميم بسلطان الدين بلا مرعاة لاحتياجات الإنسان دي حاجة لا أخلاقية ولكنها مباحة في الشرع الإسلامي وخاصة فيما يخص المرأة ما تخرجش ما تروحش ما تعملش لأنها تحت قوامة الزوج مش كده يوفر بقى زي ما يوفر يأكلها يعني تأكلها إذا أكلت وتكسيها إذا أكتسيت وخلص هو كده لازم نفكر دا أخلاقي ولا مش أخلاقي نشوف الفرق بقى زي ما قلت بين أخلاق الإسلام وأخلاق الإنسان القانون الوضعي يعطي حق لكن القانون الإسلام يجي ياخد من الحق والمادة دي على فكرة في رفع في أنه النساء ما ياخدوش البنات ما ياخدوش المعاش إذا في حالة زواجهم دي مادة وضيفة على المادة المادة الأولى في القانون اللي كانت بتقول أنه زاوي الإحتاجات كلهم ياخدوا المعاشات بتاعتهم فرحوا محطن لها الإضافة دي فيما يخص الستات لأنه يعني لازم تفكر هو فيه مثلا محامي قعد فكر كده وأضاف ده ولا شيخ محامي شرعي يعني حد من المشايخ اللي كان ليه هذه الإضافة الكريمة ما نقدرش أن نختلف على ده عايز أقول أنه بلا شك أن إحنا على مدى السنين الماضية من عرض مشاكل الإسلام إحنا السنة دي هي السنة العشرين عيد قناة الحياة العشرين هيكون 1 سبتمبر وإحنا هنكون معاكم طول النهار وعلى الهواء وهيكون فيه مفاجآت جميلة جدا ويوم هيكون احتفالي رائع جدا لكن في خلال العشرين السنة الماضية أنا يعني من الواضح أنه كشف مشاكل الإسلام العقائدية والأخلاقية والخاصة بالله والخاصة بالإنسان وكده فتحت عينين الناس وغيرت شيء جواهم في فهمهم ل إزاي الإنساء الإسلام أثر على إنسانيتهم فبقى عندنا الناس اللي بيطلعوا يقولوا لا يا جماعة ده غير إنساني لا يا جماعة ده لا يا صح لا يا جماعة ده ما ينفعش إن إحنا نعمله يعني زي ما شفنا في الفترات الأخيرة الناس اللي بتتكلم على الدبح في عيد الأطحى مثلا محدش فهم طب تتبح ليه طب أنت أصلا ومغرق شوارع دم ليه والسباق ده بقى ليه فالناس بتدت تسأل إيه الأخلاقي وإيه اللي لا أخلاقي إيه الإنساني وإيه اللي لا وغير الإنساني لأنه دائما كشف الحقيقة يعني يفتح أبواب للتقدم والتغيير وإلى طريق أفضل لكن دايما لما بنبص على المجتمع الإسلامي هتلاقي حاجات متنقضة كتير جدا الصورة اللي جاية دي نشوف السلايد اللي جاي ده صورة دكتور شاب خريج ويراء عند الجمع الكلية الملكية الأيرلندية هو دكتور بيقولوا عليه دكتور عيلا يعني بطنة دكتور عام وممارس عام ياس شكرا وإما تبص عليه كده تلاقيه شاب حلو جميل وشكله لطيف ومهدم وكده وبعدين بص بقى على الصورة اللي بعد كده تشوف التويتر اللي عملها دي التضارب الغير عادي بين الشكل والكلام اللي طالع من يعني من فكره ومن قلبه بيتكلم عن سن الجواز في الكويت بيقول سن الجواز في الكويت بقى 15 سنة وبينتقل بقى للحديث عن ما يفضله الرجال الصغيرة تمثل النضارة والخصوبة وقمة الجمال لم تمر بتجارب وهذا يخلق الأمان والطمأنينة في نفس الرجل واللي جاي بقى يقولك النسوية يريدون أن تستثمر حياتك في باص عمومي باسم الحب والحرية منتهى الصفاقة والتشوه الأخلاقي في تويتر زي دي بصراحة يعني بيقولك النسوية حبتدي من الآخر النسوية الستات اللي بيتكلموا عن حقوق الستات دول عايزين أنه الستات عموما يبقوا يعني للاستخدام العام لما تتجوز واحدة مؤمنة بالحب والحرية تبقى بتتجوز واحدة استخدمت من حد غيرك مين قال كده مين قال كده ايه دليلك انه الستات اللي بيؤمنوا بالحرية والمساواة والحب والعدالة واحترام الغير هم عايشين حياتهم مشاع ليه بقى انت بتفكر كده لان الاسلام حطيلك صورة للست لازم يبقى شكلها ايه ده يعني ده اولا لازم بقى يعودوا في البيت وتبقى متغطية وتوتراتها ما تردش وتبقى مطيعة وتضربها قلمين ما يجراش حاجة ولو صوتها عالي تبقى نشزت ولو خلفتك تبقى ناشز والكلام ده ده اللي في ذهن الشخص المسلم صورة المرأة اللي ملهاش صوت صورة المرأة اللي ملهاش وجود وبعدين اللي فوق بقى المصيبة اللي فوق انه فرحان قوي ان الكويت دلوقتي الحد الادنى للزواج فيها بقى 15 سنة لان معظم الرجال بيفضلوا كده انت عايز تقول ان معظم الرجال مشوهين اخلاقيا لان الراجل اللي يفضل بنت عندها 15 سنة وهو راجل بشنب وعنده 30 سنة ولا 35 سنة انت ما بتقفش عنده كده يعني انا بصراحة يعني مش عارفة كنت حطيلكو فيديوهات ايه ولا ايه بصراحة يعني فيه واحد قاعدين مع واحد كبير راجل شكله عنده 80 سنة ومتجوز بنت عندها 30 سنة بس عايز واحدة اصغر وعايزه 14 كده منتهى القزارة يعني الاحاقات اللي عملها هو بيتكلم منتهى القزارة والتشوه الاخلاقي والشزوز الفكري هذا الطبيب اللي بيتكلم اللي درس في الكلية الملكية للطب في ايرلندا بيشجع على البيدوفيليا فحد كتاب له كده وبيقول انه اللي انت بتقوله ده بيدوفيليا يعني شهوة الاطفال ده مرض فبيرد عليهم بيقول انتو بتقوله حاجات ما انتوش فاهمينها ده غباء ورحاتت تعريف البيدوفيليا وتعريف ناقص اللي حطوا فبيقولك يعني اللي بيشتهي الاطفال هما لازم يكون هيشتهي اطفال قبل البلوغ فالبنت بتبتدي البلوغ من عند عشر سنين والولد مش عارف 11-12 سنة فلو ده حصل مفيش مشكلة لان احنا بنتكلم على 12-15 فده مش بيدوفيليا الكلام اللي بيتقال ده تشوه فكري واخلاقي لكن منبعه ديني فهنا اخلاق الاسلام تقول يا سلام حفاظا على شرف المرأة وانها ما تكونش باص عام وانه تكون بريئة وتكون مردية لزوجها وتبقى نظرة وتبقى خاصبة وتبقى مش عارف ايه لكن تبقى انسانة السؤال هنا هتبقى البنت دي انسانة لما تبقى انت واحد عندك حاجة و30 سنة دكتور ومش عارف ايه وعيز تتجوز بنت عندها 15 سنة ايه نوع الحديث اللي هيدور علاقة اللي هتبقى بينكم هي علاقة جنسية لاستخدام هذه الانسانة اللي هتكون حياتها خلاص وقفت عند الحد ده بس خلاص 15 سنة وخلاص وهي يعني لا دراسة بقى ولا فهم ولا مسئولية في الحياة ولا احلامها الشخصية ولا امالها الشخصية هي كلها تاهت فيما تاهت طمع حضرتك في انك تبقى مطمئنة نفسيا انها ما عنداش خبرة تانية لكن الاخلاق الانسانية الطبيعية برا حتى المسيحية بتقول ان احنا بنربي البنات على انهم يحترموا اجسادهم يحترموا افكارهم يحترموا انسانيتهم يحترموا الغير يعني تعرف انها غالية في عين قسرتها في عين مجتمعها وان ليها دور وانه العلاقات الجنسية كده مش مشاع الناس بتربي بنات محترمة جدا عليك ده المبادئ المسيحية بقى تعلم الاعمق ويعني انا ما شفتش ابدا انه في رجالة مسيحيين بيتجوزوا بنات عندهم 14-15 سنة البنات المسيحيات بيتجوزوا لما يتعلموا ويخلصوا ويبقى لهم مستقبل وكل حاجة فتبقى شريكة ادها بايد جزها وجزها ادها بايده 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 اللي طبعا في القرى والحاجات دي يعني المسلم زيه زي المسيحي في الحتة دي فيعني السؤال من اين لك هذا دي اخلاق اسلامية بحتة زواج المسيحيين بالصغيرات غير وارد غير وارد لكن زواج المسلمين دي الصغيرات اصله محمد ومن معه يعني وكل اللي معاه عمر وبنت علي وكثير وكلام محمد عن اشتهاء الاطفال اللي عندها سنتين بيدوفيليا دي ولا مش بيدوفيليا دا معها طفلة وكان بيتعامل معها على انها طفلة ويرجعوا ويطلعوا ويتسبقوا ويبقى عندها على رئيسها والكلام دا كله وهو مات وهي لسه طفلة يعني 18 سنة دي لسه طفلة فلما يكون دا مركز بقى مع صفية اللي قتل اهلها كلهم وبعدين اغتصبها في نفس الليلة يعني الواقع انه اخلاق الاسلام امام اخلاق الانسان اللي من غير دين خالص تفشل فشل زريع زريع لن يستقيم الامر اذا كان مثلك الاعلى في الحياة معوج نطلخبط مخنا بيطلخبط ولان المثل في يعني في الحياة الاسلامية هو مركزه محمد فالنهار دا عندنا مثلا السلافيين كل حياتهم مركزة على اللي الرسول عمله زوجاتهم زي الرسول مش عارف ايه فتحس انهم عايشين في انفصال تام عن المجتمع خالص مفيش حتى تقابل في فهم الحياة اللي هم عايشين مش عارفين يزبطوها خلاص مخهم بالافكار الاسلامية بتدور فيه طول النهار غير الرؤية العامة للحياة اوكي البرمجة دي غيرت الرؤية العامة للحياة من كام يوم ظهرت قصة على السوشيال ميديا واحد من اخواتنا في الفريق بعدها لي الحقيقة انا افتكرت انها نكتة بجد اما انا افتكرت انها نكتة لكن الحقيقة انها طلعت مش نكتة خليني حقرلكم اللي تقال في البوست اللي كان محتوط ده اوكي الاستاذة رانيا سنوسي خلينا نشوف السلايد اللي جاي اوكي يعني القصة غريبة جدا وكان غير وبعدها صايدة اللي بعد كده قررت انها تنزل رقم المندوب ده واسمه وعمله اعلان هنا من بعد ما خليت زوجي استأزنه طبعا واتمنى اي حد شغال في نطاق القاهرة الكبرى وده وحيها انه يتعامل معه ويشجعه ربنا يحفظه ويثبته ويرزقه من واسع فضله ويبارك في اللي ربه يا رب اوكي وان بالدافع بقى تقولك المنتج كان محطوط في شنطة هدايا مفتوحة وظاهر جدا ومش عارف ايه انتوا عارفين المصيبة في اللي حصل هنا ايه انه يعني عارف السكتنال ودخل بحماره يعني احنا دلوقتي بقى المندوب الشريع المبيعات المسلم مش هيبيه حاجة للست اللي اذا كانت تكتب اقرار وتقوله لا 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 والمصحف هلبسها في البيت انت مالك ازاي وصلنا لانه انت تعتقد انه اخلاقك بتقولك انك لازم تربي الناس اللي حواليك يلبسوا ايه ويأكلوا ايه ويعملوا ايه ايه ازاي ما دي اخلاق الاسلام لانه ما نرقى منكم منكرا هو بقى تحكم على الناس تلبسي امتى وفين انت مالك دي مراتك اختك بنتك وحتى لو مراتك واختك وبنتك في حدود برضو في حدود برضو يعني يعني انا يعني ما فيش مرة عمر جوزي قال للبسي ده وما تلبسي ده لانه انا اخلاقي هي اللي تخليني البس او الشيء المناسب لفكري ولتمثيلي للمسيح يعني لكن انت عندك دين مش بيسيطر عليك انت بس ده خليك تسيطر على الناس اللي حواليك من رأى منكم منكرا فليقوموا واضعى في الايمان لسانك لكن الاول بقى بيدك ورجلك ودماغك وش عارف ايه يعني فعشان كده بقى عندنا الكوارث دي دي من الاخلاق الاسلامية لكن اخلاق الانسان العادي تخليك تقوم بدورك وتقوم بدورك بامانة فعندك طلبية هتروح توصلها وانت ساكت مش هتحكم على الناس تلبس ايه وبعدين البداية بقى لما حاجة تبتدي زي كده هتشوفوا بقى انه هتكون تدعيات كتيرة للأمر هيبقى في ناس كتير بقى بيعملوا نفس الحكاية عشان هو كمان يتعمل له اعلان المصيبة والكارسة الكبرى ان الست رانيا سنوسي دي ما حستش انه اللي حصل ده قلة تأدب وتدخل حبت انها تبقى يعني شوف بقى انا شوف انا كمان اخلاقي عاملة ايه الاسلامي دي كارسة لانك ما ساعدتهوش على انه يحترمك حتى في توصيل المبيعات البيع ده برضو بيسيطر عليك عشان شايفك شيء ده فكرة الاسلام عن المرأة الحقيقة بعد كده بقى حصل يعني في تعليقات الناس كانت كتيرة جدا على الموضوع ده وطبعا التعليقات الكوميدية هي اكتر حاجة المصريين شاطرين فيها لكن عموما خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده المندوب الشرعي طبعا هم واخدين ذاكر نائج بالذات يعني لانه من الشخصيات يعني المفروض ان هو بيقول كلام اسلامي وكده بيقول بقى انا معاكي مندوب توصيل الطلبات يا اختي لو لقد وجدت ملابس خليعة في الوردر اين ستلبسين هذه الملابس هل دي هتبقى نكتة ولا هيبقى واقع دي كارثة ما بقتش نكتة ده هيبقى واقع بقى والناس تعرفين هتأفور بقى يعملوا بقى كل واحد يعملوا بطريقة أوسع شوية شوف السلايد اللي بعد كده الحقيقة ان الصورة دي عجبتني المرأة المسلمة شوف كام حد في حياتها بيقول لها تعمل ايه وما تعمل ايه يعني مندوب الديليفري انا مبسوط انهم حطين وهو الاول يعني بقى مندوب الديليفري وابوها وجوزها وعم محمد البقل على اول الشارع وعمها والبواب وابن خليتها واخوها كل ده حملين مسئولية لبس البنت في مصر لا هي مش نبس البنت في مصر هي نبس البنت في كل دولة اسلامية مش بس في مصر دلوقتي من دوب المبيعات ده بقى ده الاضافة ده التطور الطبيعي للبتنجان بصراحة للجنان الرسمي ده التطور ده تشويه لشخصية الست دي لانه بسبب الافكار الاسلامية الفاسدة خلتها ترى الباطل حق وتصلت البيع عليها مقبول لانه طبعا راجل زي كده بتاع الخضار اللي انا ما بنساش ابدا في حياتي انه بتاع الخضار اللي في الشارع بيقف يزعق للستات اللي هي دكتورة ومحامية ومش عارف ايه امشي يا وليه انتي وكلام من ده نفسها لكن هو تقاله ان انت راجل ولازم تقولها تعمل ايه وما تعمل ايه حتى الست اللي بتبع لها المعايير الاخلاقية من الوصاية الاسلامية المقلوبة بقى الكارثة لوحدها يعني هل دي ليها حاجات في الاسلام آه ليها زي قصة عمر والجارية بس بقى شوف شوف ازاي بقى على يعني على حسب المفاهيم او الاخلاق الاسلامية المقبولة ففاكرين لما عمر شاف الجارية المسلمة مضغطية فقام ضاربها وقال لها لأ انتي انتي جارية لازم تمشي عريانة بدل ما يقول لا ضغط لا هيعريل ان هو ده المعيار الاسلامي الشرعي معايير مقبولة مقلوبة ليس لها علاقة بالله بالمر ولا حتى القانون الانساني للمفاهيم الاحكام الانسانية المقبولة الفيديو اللي جاي ده له علاقة الحقيقة انه انا انا لسه شايف افا يعني وقفني وقفني هو فيديو اعلان عن سجادة صلاة وسجادة الصلاة دي المفروض انها بتعلم غير المسلمين الصلاة فيه يعني فيه حاجات بنعملها كأخلاق بنتعلمها او تصرفات بنتعامل فيها مع الناس اللي معانا واللي حوالينا يوميا اختيارات بنعملها بنسميها دي من اخلاقك دي من اخلاق الاسلام دي من مجتمعنا مش عارف ايه لكن لما الامور دي ترتبط بالممارسات الدينية اللي المفروض انها تكون بينك وبين الله فقط ولانه الصلاة شيء مهم في الاسلام فرد لازم يجب انه يؤدى في الاسلام بطريقة معينة وبحركات معينة وبكلمات معينة فده يعني سواء فهمت او ما فهمتش انت بتعمل كده ليه فانت لازم تعمله زي ما هو حد يقول لي ايه فايدة الصلاة الاسلامية بهذا الشكل إلا انك بتاخد حسنات ومش عارف ايه وبترفع سيئات والكلام ده كله البرمجة الاسلامية خلينا نشوف السجادة دي والست بتصلي ازاي وقولولي انتوا رأيكم سبحان سبحان ربي الاسلامية الفايدة هل السجادة هل السجادة دي للتعليم ولا هي ممكن تفضل تصلي على السجادة دي لانها ممكن ما تعرفش تنطقه مثلا ولا هي فهمة ده بيتقال ايه هي بتكرر كلام هي مش فهماه العلاقة بالله ليس لها هذا الشكل ابدا هي مش علاقة سورية هي بالعكس علاقة شخصية لكن الاسلام يضع العلاقة بالله في صورة محددة مضبوطة بافكار اله الاسلام وحده لا يفقه فيها معنى التواصل الانساني ازاي الانسان ممكن يتواصل مع انسان اخر وفي نفس الوقت يتواصل مع الله هل دي عبادة ام تنفيذ انا بس يعني بعمل خطوات وخلاص الحقيقة ان دي نقطة اوع حد فيك يشتري الكلام ده لانه يعني الله عايزك تتكلم معاه لكن تشويه العلاقة بالله في الاسلام بقى بالصورة دي انت عليك تعمل فرد هتقديه كده كلام زي البغبغانات وانت مش فهمه وده يحسب ليك ويعتبر انك كده قديت صلاة ازاي هذه الصلاة تقبل ازاي هي مش فهمه بتعمل ايه الحقيقة مشفقة جدا على هذه النوعية من الفكر ومشفقة على الناس اللي فاكر ان علاقتها بالله هتكون محدودة فقط في اداء يعني العاب اكروباتية يعني فعلا ده سجن من التقوس الاسلامية المسلم مسجون فيها بس الله يحرركم يعني فالآية اللي اتكلمنا فيها في اول الحلقة ان احنا بالنعمة خلصنا بالنعمة لنا علاقة مع الله بالنعمة لنا حرية في المسيح بقيامة المسيح وبعلاقتك بالمتواصلة انت تنمي انت يبقى عندك شفاء انت يبقى عندك حرية داخلية حقيقية انت يعني يعني بتبقي شايفة ان الله بيغيرك من الداخل لكن ماذا يغير الاسلام في اتباعه بهذا الشكل بيعمل يعني روبتس that's all خليني هروح سريعا لفكرة بسيطة من الكتاب اللي هقدمه لكو ده السايد اللي جاي ده الكتاب اسمه مير كريستيانيتي يعني ممكن تترجمها للمسيحية المجردة او المبسطة اهمية الكتاب ده ايه الكتاب ده بيضع المبادئ المسيحية البسيطة جدا بلا تدخل او 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 تفسير لأفكار طائفية او طواقف معينة او فقط افكار مسيحية لها علاقة بفهم قوانين الله ولها علاقة بالكتاب المقدس فقط ليه انا بقدم لكم الكتاب ده لانه اعتقد انه ناس كتير فهمة انه المسيحية فلسفة معقدة ولكنها مش كده ابدا هي فيها نوع من الفلسفة فيها نوع محبب لنفسي جدا انا شخصيا من الفلسفة ولكنها فلسفة فهم العلاقة مع الله وفهم نفسك انت كمان وانت بتتعامل مع الله سي اس لويس ما ابتداش الكتاب ده ككتاب لكن الكتاب ده له قصة هنبتدي بيها النهار ده ونكمل في الحلقات اللي جاية الحقيقة انه في الحرب العالمية التانية الناس كانت في حالة قلم وعدم رجاء وخوف وفي لندن كانت الطيارات ربعمية طيارة في اليوم بترمي قنابل على الناس ورعب او طيارات بتتحلق فوق رؤوس الناس ويبقوا مش عارفين فيها يعني هتنزل كان الوقت مرعب جدا فطلب منه انه يتكلم في رسائل على الراديو عن معاناة الناس في الوقت ده وعن المبادئ المسيحية فمن سنة 42 الى سنة 44 ابتدى يعلم الشباب ويتكلم للشباب اللي رجعين من الحرب ومدمرين نفسيا عن المسيحية والرجاء في الله والمبادئ المسيحية الكلام ده طبعا كان يعني بيحصل الصوت اللي كان بيتكلم برسالة مسيحية بتعطي رجاء او فهم الانسان عن احنا ليه عايشين في المعاناة دي تقود هم الى الله ده كان صوت في الى جانب اخبار الموت والضمار اللي كانت محيطة بالناس في الوقت ده يعني الحرب العالمية التانية دي كانت حاجة كبيرة جدا فالصوت الرجاء ده كان نابع من الافكار المسيحية اللي كان بيقدمها سي اس سي اس لويس في الوقت ده في صورة يعني مقاطع صغيرة على الراديو المسيحية المعاشة المجردة الغير طائفية فلسفة مسيحية بسيطة كلام عملي نابع من الكتاب المقدس بيعلم الناس عن العدل والمساواة واهمية معرفة الصح والغلط وازاي نميزه وايه هو الامان المسيحي وكيفية انه يكون لك علاقة بالله ليه ازاي يعني ايه اللي يربطك بالله الحرب اللي كانت في الوقت ده جلبت خوف وحيرة ودمار ويأس وفقر لكن يعني فهم الانسان لشخص الله وكلمته كان معين كبير جدا ومشجع ومغير حقيقي في حياة المستمعين احنا النهاردة عندنا نفس الصورة اللي احنا شايفينها دي بصورة تانية قد ايه في حروب حوالينا في العالم قد ايه في عدم فهم لشخص الله حوالينا في العالم قد ايه في افكار ملخبطة ومشوّها لشخص الله حوالينا في العالم نفس الحيرة ونفس اللخبطة هي اللي كانت زمان دلوقتي عندنا والتاريخ بيعيد نفسه مرة تانية فعشان كده أنا قررت أني أشارك معاكم الأفكار من الكتاب ده والحقيقة أنه وأنا بقرأ الكتاب مرة تانية لقيت أنه حقول لكم الخلاصة الأول وبعدين حسب بقى ما يقود روح الله لقيت أنه مهما قدمت للإنسان من حلول من أفكار من طرق مفتوحة مش هتلاقي إلا أنه فيه شخص واحد في التاريخ هو اللي قدم وأعطى وأعطاك مجال تكون شريك فيما أعطى إلا المسيح وأنه ما يعطيه المسيح في حياة الناس اللي بتقبله وبتعيش معاه وبتعرفه وبتقترب منه مغير جدا ومغير جزري في حياة الناس فهم محبة الله وفهم الطبيعة الإنسانية وقانون الطبيعة الإنساني اللي موجود جوانا غير ناس كتير منذ بدء الخليقة إلى الآن الكتاب ده بيقدم لنا شوية أفكار ممكن نتكلم عنها بتفاصيل في الحلقات اللي جاية عن إيه معنى قانون الطبيعة الإنساني ده مثلا إحنا بنتعلم إيه لما بنسمع بعضنا البعض وإحنا بنتكلم هل في قانون للأخلاق غير مرتبط بالأديان مثلا أو الثقافات أو اللي تعلمنا من أهلنا أو من مجتمعاتنا آه فيه فهو مثلا إدى مثلا إنه لو شفت سامع اتنين قاعدين بيتكلموا واحد بيقول للتاني مثلا يعني يا عم أنت لازم تعامل للناس بطريقة ألطف شوية أنت لو يعني طرد حد يعاملك بالطريقة دي أو مثلا أنا أديتك حطة برتقانة ما أنت أديني حطة برتقانة شوكولاتة مثلا أنت كمان أوكي عملني بنفس الطريقة مثلا بيقول كده أنه المدهش أن الشخص اللي بيقول العبارات دي زي كده بيتكلم عن قاعدة متفق عليها هي عن جواه أوكي القاعدة دي أنه أنت هتعمل حاجة كويسة هتاخد حاجة كويسة هتعمل حاجة وحشة هتاخد حاجة وحشة مش كده لكن لما ينعكس الأمر قدام الشخص ده وعلشان يلتزم هو نفسه بالقانون اللي هو بيتكلم عليه أنه يدي حطة الشوكولاتة هيقولك بس أنا أصلي ما أقدرش أدي حطة الشوكولاتة عشان مش عارف إيه حيبرر أو يدي لنفسه تبرير أنه مش عايز يعمل كده لكن ده لا يعني للاتنين الشخصين مش متفقين داخليا أنه هناك قانون إنساني أخلاقي عام ينبع من داخل الإنسان وخبراته وكان موجود عبر التاريخ ولم يتغير هذا القانون بيعلمك الخير من الشر الصح من الغلط بدرجات متفاوتة المسيحية بتضع الصورة الأعظم الأكبر الأوسع اللي ما تخليش عندك تساؤل عن هل داما نبعه خير حق صح ولا لا عارفين دي لأن مصدر كل خير في الكتاب المقدس هو شخص الله هو المسيح هو اللي بيقولك تبقى زيه بالزبط هو اللي بيقولك أنك تبتعد عن كل شر وكل أي حاجة غير صلحة وأي حاجة نجسة وأي حاجة تبعدك عنه هو اللي بيقولك أن الخطيئة والشر والظلمة يبعدك عنه لأنه كله خير وصلاح وجمال وحق المسيحية هي الطريق الوحيد اللي يوريك بكل أمانة أنه جواك حق لأن الله وضع الأبدية في قلوبنا وحاجات تخلينا نشير ليه ولكن يكتمل ده بحياتك مع الله اللي كل شيء بيقوله لك واضح لأنه بيعطيك اختيار أنت تستطيع أنك تختار أنك تعمل الصح وتعيش معه أو تعمل الغلط وتابد عنه ده باختيارك أنه قانون الطبيعة والجذبية الأرضية أنت مش هتختار لو قمت لو أنا وقعت منك على الكرسي ده ما حدش هيمسكني لكن أنا أقدر أوقف الخطيئة اللي في قلبي والفكر الشرير اللي في قلبي لإني مرتبط فكري بالمسيح ده اللي هتكلم عنه معاكم في الأسابيع القادمة في مواضيع مختلفة يمكن صغيرة لكن هتكون مهمة أوي أنكم تنتبهوا للمبادئ القليلة دي اللي تربط قلبك بالله وفكرك بمنبع الحياة إلى اللقاء